خلي التفاح مرة المشهورة جداً الي لها اثار وفوايد طبية كثيرة كثير مننا يعرف انه مفيد في التخسيص بس انا النهاردة هنتكلم انه ليه فوايد كثيرة جداً وفوايد طبية في امراض وحالات كثيرة جداً هنعرف مين الي يقدر يستعمل خلي التفاح ومين الي المفروض ليستعملش خلي التفاح اطلاقاً هنعرف ازاي نستعمله وايه الجرعة الي نخذها يومياً ومن الحاجات المهمة جداً الي انه لكم في نهاية المحتوى ده ازاي نقدر نفرق بين خل التفاح الاصلي و خل التفاح الصناعي او المخشوش محتوى مهم جدا لخل التفاح اللي ليه فوائد مهمة جدا من جوا الصيدلية السلام عليكم و اهلا بيكم من جوا الصيدلية و محتوى عن حاجة ليها فوائد طبية كتيرة جدا اللي هو خل التفاح و يمكن خل التفاح من اهم فوائد الطبية ان هو بيوفر حمض مقدة قوي و يمكن حمض المقدة القوي ده بيضمن ان حاجة مثلا زي سوق الهضم و عصر الهضم يتغلب عليها بطلاقة كويسة جدا لان عشان يحصل عملية هضم لجوا جسم الانسان محتاجة حمضية عالية بحيث انها تقدر تفكك الطعام يعني مثلا حاجة زي البروتين محتاجة حمض من حوالي من واحد لثلاثة عشان تبدأ تتكسر و تحصل لها متصاص فصورة امانو اسد و دوت اللي بيوفره خل التفاح ان هو بيزود حمضية المعدة عشان كده من الحاجات الاساسية اللي احنا لما نستعملها هخل التفاح بيتغلب علي مشكلة سوق الهضم و عصر الهضم مش بس كده هو تاعة حاجة ثانية بان هو بيقوي مناعة الجسم لان اي بكتيريا بتنزل جوا جسم او جوا المعدة في وجود حمض معده قوي بيقدر يقضي عليها تماما يمكن جرسومة المعدة بتبدأ تنشط عند الاشخاص اللي بيبقى عندهم حمض المعدة قل او ضعف نتيجة استعمال مضادات حموضة او نتيجة اي سبب من الاسباب عشان كده خلي التفاح بيوفر حمض المعدة القوي ده تبدأ يغشط الخلايا المنعية اللي موجودة في المعدة و يمكن 70% من الخلايا المنعية اللي موجودة في الجسم موجودة في المعدة وفي نفس الوقت اي ميكروب او جرسومة او فيروس يخش جوا الجسم في وجود الحمضية العالية بتاعت المعدة بمساعدة تخلي التفاح يقدر يقضي عليها من الحاجات المهمة جدا برضو ان هو بيحسن امتصاص الاكل زي ما احنا قلنا لان هو بيفكك او بيحسن الهضم بطريقة كويسة جدا فيبدأ الكسم يستفاد من المكونات الغذائية اللي موجودة في الاكل يعني بنقدر ناخد الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الاكل بطريقة كويسة عشان كده يبدأ اولا بيقوي المناعة لان طبعا المناعة محتاجة حاجة زي الزنك زي الحديد زي الماغنيسيوم ويحسن امتصاص الا في وجود حمض معده قوي وده ممكن اللي بيوفره خلي التفاح اذا كنا بناخدها من الاكل او من مكملات غذائية مبيحسن امتصاص الا في وجود حمض معده قوي باوا كده بيحسن عصر الهضم في نفس الوقت بيقوي مناعة المعدة وبيخلي اي ميكروبي يموته بسرعة وفي نفس الوقت بيحسن امتصاص العناصر البيتامينات والمعادن المهمة وهو بيعلج موضوع الانتفاخ وعدم الإحساس بالروحة في الجهاز الهضمي والامساك وهذا يمكن ان يصبحت اول ما على الحمض ان يحسن الهضم فيقل الموضوع الانتفاخ ايه عن اخر ما بيرنشط العصارى الصفروية بحيث ان العصارى الصفروية يطلى تهدم الدهون وتراكم الدهون داخلاج الجهاز الهضمي بيقلل موضوع الانتفاخ ايه عن اخر ما نفعلها فيالacing الصفرات ينشط انزيمات هضمة تبدأ تهضم الاكل فبيقلل موضوع الامساك واضطرابات الجهاز الهضمي من الحاجات المهمة جدا والمشهورة جدا عن خل التفاح ان هو طبعا بيخسس وهو يمكن بيخسس لان هو بيقلل مستوى انسولين الدم لان هو بيقلل مستوى سكر الدم فطول ما طبعا الانسولين بيبقى في مستوى قليل ده بيخلي الحرق يفضل بطريقة كويسة جدا يمكننا عشان نحرق كويس لازم هرمون الانسولين زي ما اتفقنا يبقى في اقل مستوياته ومن الحاجات اللي بيعملها خل التفاح ان هو بيبدأ يقلل الانسولين فالحرق يبقى في صورة عالية جدا كمان زي ما اتفقنا في اول محتوى ان هو بيحسن امتصاص العناصر الجزائية المهمة جدا زي الحديد والزينك والماغنيسيوم والمانجنيز والعناصر دي مهمة جدا عشان عملية حرق الدهون فطول ما احنا بنمتصد دهوء المكملات دي بطريقة كويسة بيبدأ عملية حرق الدهون بطريقة كويسة مين الناس اللي المفروض ما يخدوش خل التفاح او يبعدو عن خل التفاح تماما هم 3 او 4 فئات اول حاجة لو انت عندك قرحة معدة نشطة يعني فيه تآكل في جزء من الجهاز الهضمي يعني طبعا احنا عندنا جزء متآكل وهنيجي نحط عليه حمض طبعا ده هيسبب التهاب شديد فيه زي ما تكون ايضا متعورة وبتحط عليها نقطة سيبرتو او نقطة خل هتعمل ايه هتبقى طبعا تحس بالتهابات شديدة جدا فلو انت عندك قرحة معدة نشطة ابعد تماما عن خل التفاح برضو بالناس اللي المفروض تبعدو عن خل التفاح اللي هي بتشتكي من موضوع ارتجاع المريه لان طبعا المريه لا يوجد التهابات ممكن خل التهابات يزود الالتهابات دي واخر مجموع الناس اللي هي عندها قريدي جرسوبة معدة متعالجتش منها طبعا جرسوبة المعدة معروف انها بتعمل تقرحات والتهابات في الجهاز الهضمي فطبعا برضو مع استعمال خل التفاح ممكن يزود الالتهابات دي ناخد خل التفاح ازاي هو خل التفاح بتاخد بطريقة سهلة جدا ان احنا بنجيب معلقة صغيرة في كباية مية كبيرة بعد الغدا مباشرة مرة واحدة في اليوم بيعمل فوايق كتيرة جدا اللي احنا اتكلمنا عليها نظر ان خل التفاح الاصلي القويس اللي فيه فوايد عالية اللي اتكلمنا عليها دي من خل التفاح اسماعي او المخشوش ازاي اول حاجة بالنسبة للون هنجدد خل التفاح الاصلي باللون دوت الي هو الاصفر الغامق التي خل التفاح المخشوش هنجدد باللون ده الي هو الاصفر الفاتح لو فتحنا انلت اسجد تفاح przyn up Viagd ريحة الخله البيض باء السلطة الي احنا بناستعمtwo ابيض سوف نشم رائحة مثل التفاح المتخمر من المهمة جدا ان احنا اصفر اصفر وفي القاعه رواسب او عقارة وهذا نتيجة ان يكون هناك شيء اسمها الماظر الماظر هي انزيمات مفيدة وبكتيريا وبروتينات موجودة تبقى موجودة في خلي التفاح نتيجة الحاجة الاصلية وده تبقى لها فوائد مهمة جدا ده موجودة في خلي التفاح الاصلي بالنسبة لخلي التفاح المخشوش هنلاقي اللي هو لونه صافي مفيش اي عقارة او تعكير فيه لو جينا في السوبر ماركت او في حتى نشتري خلي التفاح لو مسكنا الازازة لازم نقرأ عليها انها مكتوب عليها ارجانيك يعني عضوي مش نون ارجانيك اللي هو صناعي التاني حاجة ان احنا لما نقرأ على ازازة خلي التفاح هي غير مفلطر و غير مبسطر لان يمكن المفلطر ده بيشيلوا منه الماظرس اللي احنا قلنا عليها ده فالي هي طبعا بيها فيها فوايق كتيرة جدا كم انزيمات او بروتينات او بكتريا نفعة و مش مبسطر برضه غير مبسطر لان طبعا البسطرة بتقتل الحقيقات المفيدة في ازازة بكتريا نفعة في خلي التفاح ده اهم النقاط اللي احنا لما نجي نشتري خلي التفاح نرعيها اللون والريحة والتعكير او الاسبكت بتاعه ان هو يكون عكر مش شفاف او مش صافي وفي نفس الوقت مكتوب عليه ارجانيك وغير مفلطر وغير مبسطر دي كانت اهم الفوائد الصحية لخلي التفاح مين يستعمله ومين ما يستعملوش جرعته قد ايه وفي نفس الوقت ازاي نقدر نفرق بين الاصلي وبين الغير اصلي نتمنى ان شاء الله نكون افدناكم بخلي التفاح ونلتقف في محتوات جديدة تكون مفيدة من جوا السيدة لي اشتركوا في القناة